بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلاً وسهلاً بكم من جديد أحبتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي سنكمل معكم في حصتنا بالتطبيقات العمل الرقمية التي سنطبقها على دروسنا في التربية الفنية تعلمنا في هذا الفصل الدراسي العديد من دروس التربية الفنية واكتسبنا خبرات ومهارات لبعض مجالات التربية الفنية اليوم بإذن الله سنطبق هذه المهارات وهذه الخبرات بالتطبيقات الرقمية تناولنا وحدة الزخرفة ودرسنا موضوع زخرف بالمربع والمستطيل والزخرفة بالدائرة والمثلث الآن يا أحبتي سنقوم بتطبيق هذه المهارات الفنية بطرق تقنية التطبيق الأول المهارة الزخرفة الموضوع أو زخرف بالمربع والمستطيل المهمة الأدائية الزخرفة بالمربع والمستطيل الهدف يصمم زخرفة هندسية بالمربع والمستطيل باستخدام التطبيقات الرقمية سيكون تطبيقنا في هذا الدرس تطبيق الباور باونت تطبيق الباور باونت متوفد في جميع الأجهزات الحاسب الآلي بإمكانكم تحميله ومن ثم مشاهدة كيف نقوم بعملية تصميم زخرفي بالمربع والمستطيل نشاهد سويا من خلال القائمة للأدوات الموجودة في الباور باونت نختار إدراج ثم نختار المساحة التي نريد أن نطبق عليها هذه الزخارة سواء مربع أو مستطيل اخترنا شكل هذا الشكل ثم قمنا باختيار اللون المناسب لخلفية هذا الشكل بعد ذلك أقوم بإدراج مربع المربع موجود في نافذة الأشكال كما نشاهدها الآن ثم قمنا بتلوينها ألوان مناسبة ثم قمنا أيضا بإدراج مربع ولكن لاحظوا الاختلاف عن المربع الأول بأنه أصغر حجم ثم قمنا بزخرفة المربعات داخل هذا المربع وتغيير اللون بألوان متناسقة كما تعلمناها في الوحدات السابقة بعد ذلك قمنا باختيار الشكل ثم قمنا بتكوينه على شكل مستطيل مستطيل ثم نختار اللون المناسب من خلال تعبئته باللون الذي أراه مناسب ومتناسق بعد ذلك أضفنا مستطيل آخر ولكن بحجم يختلف عن الأول بإمكاني أيضا إضافة مستطيل أو بإمكاني هنا سأقوم بتغيير اللون أو بإمكاني نسخ ولسق العنصر مرة أخرى أستطيع أن أنسخ العنصر ثم لسقه في مكان مناسب لأحصل على تصميم مبتكر لهذه الزخارف بعد ذلك قمت بعلاقة بين المربع والمستطيل بنفس المكان بنفس الشكل أستطيع الآن أن أقوم بنسخ هذه الزخارف مع بعضها البعض ثم لسقها مرة أخرى كصورة لتصبح لدي هذا التصميم المبتكر يصبح لدي هذا التصميم المبتكر بإمكاني أيضا أن أقوم بنسخه مرة أخرى هذه المجموعة كاملة ولسقها أيضا مرة أخرى ولسقها باتجاهات مختلفة أو بمواقع مختلفة أثناء هذا التصميم بإمكاني أقص الأشكال بإمكاني أتحكم بحجم العناصر المربع والمستطيل الذي قمت بإدراجه بإمكاني أغير اللون بإمكاني أنسخ بإمكاني ألصق كل هذه الأشياء هنا أقوم بعملية نسخ للمجموعة كلها ثم لسقها كصورة ثم لسقها كصورة كما نشاهد الآن أصبح لدي تصميما مبتكرا زخرفيا بالمربع والمستطيل بتطبيق بتطبيق الباور باون بإمكاني الأنسخ بإمكاني أن أغير الاتجاه بإمكاني أن أغير الخلفية بإمكاني هذه الخيارات المتاحة لدي أستطيع أن أصمم زخرفة هندسية بالمربع والمستطيل إذن يا أحبتي أزخرف بالمربع والمستطيل مستعينة من خلال الأشكال هذه الأشكال كما نشاهدها خياراتها متعددة أستطيع أن أختار الشكل المناسب لعملية الزخرفة بالمربع والمستطيل الآن يا أحبتي التطبيق الثاني المعارة الزخرفة الموضوع أزخرف بالمربع والمستطيل المهمة الأدائية تصميم زخرفي بالمربع والمستطيل الهدف يجرب تحريك الأشكال الهندسية المربع والمستطيل أو الدائرة والمثلث ويلونها من خلال استخدامات التطبيقات الرقمية تطبيقنا اليوم هو المزيك هذا التطبيق مدعم بالأشكال الجاهزة أمامي لكن أنستطيع أن أنصق اللون ثم أستطيع أن أقوم بتحريكها وألعب بها لكي أصمم وأحرك باتجاهات مختلفة وأندهش من خلال النتيجة التي ستظهر لدي هنا هذا التطبيق مدعم بأشكال مزخرفة سواء بالدائرة أو المثلث أو المربع والمستطيل كما درسناها هنا اخترت هذا التصميم المربع والمستطيل هنا يوجد ألوان تصميم جاهز ولكن بإمكاني أن أختار اللون حسب ما أرى من خلال أيقونة الألوان أسفل التطبيق ويظهر حينما أضيف اللون يظهر بإسم اللون ودرجته أختار التصميم وأقوم بتنسيق الألوان كما أريد كما أريد هنا قمت بتصميم اللون البرتقالي والبنفسجي مع بعضها بإمكاني أضيف اللون الأسود بإمكاني أضيف ألوان فقط لون واحد أو لونين أختار الألوان التي أريدها وألونها بالألوان التي أريد أن تطبق على هذه الزخرفة إذن يوجد عندي خيارات كثيرة للألوان أستطيع أن أطبقها بعدما أقوم بتطبيقها سيظهر لي الشاشة بهذا الشكل من خلال تحريك السهم ثم أقوم بتحريك هذه المربعات بالاتجاهات مختلفة ممكن تكون أكون لي مربع كامل فيصبح لدي مستطيل أو أقوم بعملية خطوط أمشي مثل الخط المنكسر ويكون لي مثل هذا التصميم أقوم بتحريك هذه التصاميم ثم أقوم باكتشاف ماذا سينتج لي من خلال تحريك هذه التصميم التي قمت باختيار ألوانها والآن سأقوم بتصميم شكلها النهائي يوجد خيارات يعني أستطيع أن أقوم بتحريكها بالشكل الذي أرغب به أستطيع أن أعدل أيضا التحريكات التي قمت بها بالسابق بإمكانكم الاستمتاع مع هذا التطبيق وتحريك هذه المربعات وتحريك هذه الدوائر والاستمتاع بالنتائج الجميلة لتصميمات مختلفة من هذه الأشكال ستكون علاقات متقابلة أو علاقات متصلة مع بعضها البعض ومترابطة مشاهد كيف النتيجة تظهر لي بإمكاني من خلال هذه القائمة أن أقوم بحفظه أو إرساله أو حفظه كمفضلة لديه أو إرساله بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في الخيارات الإرسال هنا متعددة ويسيرة وبإمكاني حفظه بنفس التطبيق التطبيق أيضا الباور باونت نستطيع أن نقوم بتطبيقه على زخرفة الدائرة والمثلث فالمهارة هنا الزخرفة بالدائرة والمثلث المهمة الأدائية الزخرفة بالدائرة والمثلث الهدف يصمم زخرفة هندسية بالدائرة والمثلث باستخدام التطبيقات الرقمية سنستخدم تطبيق الباور باونت كما نشاهده في هذا الفيديو نشاهده سويا نفس الخطوات السابقة التي قمنا باختيارها بالمربع من خلال شريط الأدوات أختار إدراج ثم أشكال ستنسدلي هذه النافذة الأشكال أختار الدائرة ثم أقوم باختيار اللون المناسب لها حسب ما أريد ثم أقوم باختيار الشكل التالي المثلث أيضا اختيار الحجم المناسب وتلوينه باللون الذي أنا أريده من خلال أيقونة الألوان ونافذة الألوان أختار اللون الذي أريده ثم أقوم بزخرفتي بالدائرة من خلال نسخ ولسخ هذه الأناصر ثم القيام بترتيبها إمكاني اختيار جهة معينة أو اتجاه معين هنا قمنا بجعل المثلثات حول الدائرة جعلناها حول الدائرة ثم قمنا بترتيب هذه الأناصر بشكل مرتب ومتناسق شكل مرتب ومتناسق بإمكاني أغير اتجاهها لكي يتماشى مع وعض الدائرة قلنا أن الدائرة ليس لها أضلاع هي محيط إمكاني استخدام وترتيب اتجاهات المثلث على حسب محيط الدائرة ثم أقوم بتثبيتها بهذا الشكل لاحظوا أني قمت الآن برسم نصف أو قمت بزخرفة النصف الأول للدائرة أستطيع الآن أن أقوم بنسخ هذا الجزء بشكل كامل أو بإعادة نسخه واحدة تلو الأخرى ولكن مثل ما قلنا أن التطبيقات الرقمية أسرع في الإنجاز واختصارا للوقت والجهد فأقوم بنسخ هذه المجموعة كاملة ثم لسقها بهذا الشكل بنفس الاتجاه ثم أقوم بترتيب وتنسيق الشكل على الدائرة بإمكاني أن أقوم بتكبيرها أو أقوم بتصغيرها حسب تنسيقي لهذه الأشكال مع بعضها البعض أنا قمت بتكبيرها ثم أستطيع أرجع مرة أخرى وأقوم بتكبير الدائرة وهذه مني مميزات مميزات التطبيقات الرقمية وبذلك حصلت على هذه الزخرفة الجميلة للدائرة والمثلث بإمكاني نسخها ولسقها بإمكاني تطبيقها أو طباعتها وبإمكاني أيضا حفظها وإرسالها ومناقشة زملائي وزميلات ومعلميني بالقيم الجمالية الموجودة في هذه الزخرفة إذن الزخرفة تعتبر من المجالات الجميلة للتربية الفنية وقد طبقت مجالات هذه الزخرفة في استخدامات عديدة منها المباني والقصور والملابس والمساجد والأثاث والأدوات والأسقف والحوائط هذه الزخرف طبقت لما لها من جماليات جميلة نستطيع أن نستخدمها أيضا بخامات مختلفة مثل الزجاج والجص والخشب والورق والمعادن كل هذه الأشياء ممكن أن أطبقها عليها يوجد هنا التطبيق الثالث الموضوع الزخرفة بالمربع والمستطيل والزخرفة بالدائرة والمثلث المهمة الأدائية مشاهدة الزخارف من خلال الواقع الافتراضي بالمساجد والقصور والقلاع نستطيع أن نحلق بهذا التطبيق على أماكن متنوعة ومختلفة ومشاهدة التدوق الجمالي لهذه الزخارف باختيار هنا التطبيق أستطيع أن أختار المدينة التي أريدها أو الدولة التي أريدها أو المعلم الذي أريد أن أشاهد فيه هذه الزخارف إذن تصنيفها متاح للجميع نشاهد هنا هذه الخيارات مختلفة أستطيع أن أقوم بتصنيف أنا أختار تصنيف المساجد من خلال الألقونة موجودة لدي وأختار المسجد أخترت ما المساجد ظهرت لي المساجد ويمكاني اختيار المسجد الذي أريده قمت باختيار المسجد النبوي في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ستظهر لي صور عديدة لهذا المسجد النبوي ثم أنتظر حتى تكمل اللوحة كاملة واستطيع أن أشاهده بوضوح وبدقة عالية هنا ألاحظ زخارف المربع والمستطيلات موجودة في أسقف المسجد وفي أعمدته بشكل جميل وراء أتذوق هذه الزخارف كيف طبقت في المسجد النبوي أيضا السجاد كيف طبقت عليها زخارف المستطيل والمربع والدائرة والمثلت أيضا بإمكاني اختيار جهة أخرى أو منظر آخر للمسجد النبوي سأشاهد هنا من هذا المشهد الأعمدة الموجودة والزخارف الموجودة بالأسقف والشبابيك عفوا النوافذ وسأختار أيضا منظر آخر هنا الأبواب الموجودة في المسجد النبوي كيف طبق فيها الزخارف بالمربع والمستطيل والدائرة بإمكاننا جمع هذه الزخارف بقطعة واحدة فنشاهد جماليات هذه الزخارف التي طبقت نشاهد أيضا هنا النوافذ الموجودة على حوائق المسجد النبوي والزخارف التي تزين بها جدران المسجد النبوي وبإمكانكم اختيار مناطق مختلفة ومتنوعة لهذه المنطقة هنا الساحة الخارجية القباب مشاهد القباب كيف زخرفت بالدائرة والمستطيل وهنا أيضا الساحة الخارجية المستطيلات والمربعات زخرفت بشكل رائع ومدهش وبإمكانكم اختيار أي معلم ومشاهدة أي مكان تستطيعون من خلال هذا التطبيق هنا وحدة الطباعة درسنا وحدة الطباعة وتعرفنا على مهارات واكتسبنا خبرات كثيرة بإمكاننا أن نطبق المهارات الرقمية بالطباعة باستخدام تطبيقات متنوعة إذن المطلوب تنفيذه يا أحبتي تطبيق المهارات الفنية للطباعة بطرق تقنية التطبيقات الرقمية التي متاحة للطباعة يوجد العديد من التطبيقات الرقمية التي ممكن أن أستخدمها للطباعة مثل سبونج آرت وبينتز سويت 3D وسبري فاس والسينسل آرت جميع هذه التطبيقات تساعدني على الطباعة بشكل تقني ورقمي نختار إحدى هذه التطبيقات تطبيق المهارة الطباعة التطبيق الأول في الطباعة المهارة الطباعة الموضوع أطبع أشكالاً من الطبيعة المهام الأدائية يطبع الأشكال الهدف يطبع الشكل المختار بالألوان المتاحة بالرش التطبيق بينتويس 3D طبعاً هذا التطبيق يعطيني خيارات موجودة في التطبيق ولكن يجب أن أتعامل بترتيب القطع التي يريدني أن أقوم باستخدام الرش تباعتها بواسطة الرش الرش وهذه تعتبر أيضاً من الأشياء التي يجب أن أحرص عليها أثناء التطبيق أو أثناء ممارسة التطبيق هنا يوجد عندي الشكل في أسفل الشاشة في أعلى الشاشة وهو شكل الفطر سيزودني بها الأدوات التي ستساعدني على الرش هنا استخدمت القطعة الأولى ثم أستخدم القطعة الثانية ثم أعيد مرة ثانية القطعة الأولى لكي أرش التفاصيل الأخرى للطباعة وسأحصل في النهاية على الشكل طباعة قمت بتنفيذه بإمكاني أيضاً أن أشارك زملائي وزميلاتي لجماليات هذه التطبيقات الرقمية وبإمكاني أيضاً استخدام الرقميات التطبيقات الأخرى لعملية الطباعة فالتطبيقات متاحة للجميع تعلمنا في هذا اليوم العديد من التطبيقات الإلكترونية وتعلمنا العديد من المهارات الرقمية في مجالات وفي مهارات التربية الفينية بإمكاننا تطبيق وتدوين ما تعلمنا من خلال هذا التطبيق تطبيق الخرائط الذهنية بطريقة مبسطة وسهلة ومشاركة معلميني والزملائي في إنتاجنا الرقمي والفني الذي نقوم به وتذوق الجماليات الفنية بهذه المهارات الفنية فمن خلال الدروس التي أخذناها في الفصل الدراسي الأول اكتسبنا مهارات وخبرات فنية عديدة بإمكانني أستطيع أن أطبقها إما بالأدوات الموجودة أو تطبيقها بالتطبيقات الرقمية فأصبحتم الآن قادرون على تطبيق هذه المهارات الرقمية ومناقشتها وتداولها مع زملائي وزميلاتي ومعلميني ومعلماتي نراكم بإذن الله على خير في اللقاء القادم ترجمة نانسي قنقر